السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلاب الصف الخامس معايدنا اليوم مع المراجعة النهائية للعام الدراسي 2020-2021 لمادة الرياضية طبعا المراجعة دي هتكون مراجعة شاملة لجميع الدروس التي سوف تدخل في الاختبار النهائي من الفصلين الاول والثاني لو عايزين تجيبوا الدرجة النهائية ان شاء الله تابعوا معنا الفيديو ده للنهاية انا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود في البداية وقبل ما نبدأ الشرح طبعا ده اختبار تجريبي الاسئلة اللي موجودة فيه هتكون شبيهة للاسئلة اللي موجودة في الاختبار النهائي ركزوا على الفكرة وليس السؤال وارقامه الفكرة اهم من السؤال نفسه ازا عرفنا ازاي بنحل السؤال هنقدر نحل مئات الاسئلة اللي زيه وطبعا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان نجيلكم كل الاشعارات الجديدة لفيديوهاتنا واعمل لايك للفيديو وكمان شاركوا مع كل اصحابه نبدأ باول سؤال اكمل ما يلي 200 150 100 طبعا زي ما انتم شايفين دي عبارة عن متتالية او بمعنى اصح مجموعة من الارقام يأما بنقفز تصعوديا او بنقفز تنازليا طبعا لو انتم لاحظتم ان الارقام هنا بتقل 200 150 100 طب يطر بتقل كم لو احنا لاحظنا هنلاقيها ان هي بتقل 50 كل مرة يعني بنقص 50 كل مرة فبالتالي لو انا عايز استمر على هذا الاسلوب او على هذا النمط يبقى لازم انقص 50 كل مرة المية لو نقصناها 50 هتكون الاجابة 50 وخمسين لو نقصناها 50 كمان هتكون الاجابة صفر ولو حبينا نقص مرة ثانية بالتالي هننزل للأعداد اللي تحت الصفر اللي هي الاعداد السالبة يعني الصفر لو نقصناها 50 هتكون الاجابة سالب 50 سالب 50 سالب 50 ولو نقصنا تاني 50 هتكون الاجابة سالب 100 خلي بالكم ان السالب كلما زداد كلما كانت قيمته اقل فبالتالي بنشوف احنا هو بنقص كام وبننقص مثله او بنشوف هو بيزود كام وبنزود مثله يبدأ اول نوع من انواع الاسلاه هو انواع المتتاليات او العد تصاوديا او العد تنازليا بمقدار من الخطوات الثابتة ياما بيزود رقم ثابت ياما بينقص رقم ثابت سارقم اتنين قرب لاقرب كيلو جرام عندنا هنا بيقول لي قرب لاقرب كيلو جرام ومعنى قرب لاقرب كيلو جرام معناها ان انا عايز لاقرب عدد كامل وانا عندي مكتوب هنا 3.4 كيلو جرام خلونا نشوف العدد ده بشكل بسيط جدا 3.4 كيلو جرام الاعداد الكاملة هي الاعداد اللي بتكون على يسار العلامة ادي العلامة اللي على يسارها هي الاعداد الكاملة واللي عليمينها هي الأعداد العشرية أو الأجزاء من عشرة يعني جزء من عشرة جزء من مية جزء من ألف وهكذا فلما يقول لي قرب لأقرب عدد كامل ده معناه أنه ليهمني الثلاثة فقط ولكن لازم تنتبه لأنه ممكن لما أقرب العدد يظل كما هو يعني ممكن يظل ثلاثة أو ممكن نزوده واحد ويكون أربعة طيب يا ترى هو هيظل كما هو ولا هنزوده واحد اللي يحدد الموضوع ده العدد اللي بعد العلامة مباشرة اللي هو الجزء من عشرة اللي هو الأربعة بننظر إلى هذا الرقم ونشوف هل هو من الأرقام الكريمة ولا من الأرقام البخيلة عارفين أنتوا طبعا الأرقام الكريمة والأرقام البخيلة ودرسناها قبل كده الكريمة هي طبعا الخمسة والستة والسبعة والتمانية والتسعة أما البخيلة هي الأربعة والثلاثة والاثنين والواحد والصفر طبعا زي ما انتم شايفين الأربعة من الأرقام البخيلة يعني مش هتعطي واحد فبالتالي هيظل الرقم كما هو ثلاثة لو كانت من الأرقام الكريمة كنا عطيناها واحد وتحولت الثلاثة إلى أربعة فبالتالي الإجابة هتكون ثلاثة كيلو جرام خلونا ناخد مثال آخر توضيحي على التقريب عشان تفهمه أكتر نفترض أنه قال لي مثلا نقرب العدد 9.75 لأقرب عدد كامل لأقرب عدد كامل طيب يا طرى من العدد الكامل العدد الكامل هي التسعة خلي بالكم العدد ده إما هيظل التسعة كما هو أو هنزوده واحد وهيكون عشرة يا طرى أختار التسعة ولا العشرة زي ما اتفقنا هننظر إلى العدد اللي بعد العلامة مباشرة اللي هو الجزء من عشرة الجزء من عشرة هنا كان سبعة والسبعة من الأرقام الكريمة فيعطي واحد يبقى التسعة هتبقى عشرة يبقى احنا هنختار العشرة يبقى في الحالة دي تسعة فاصل خمسة وسبعين هيكون تقريبها إلى العشرة زودناها واحد يارب تكون فكرة التقريب وضحت بالنسبة ليكم تقريب إلى عدد كامل تعالوا نشوف متتالية أيضا هنا المتتالية العددية تتناقص بمقدار اتنين يعني كل مرة بنقص اتنين ستة نقص اتنين أربعة اربعة نقص اتنين 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 نقص اتنين هتكون صفر يبقى العدد المجهول هو صفر تعالوا نشوف السؤال رقم اربعة ده سؤال جمع عادي جدا ممكن تجمعه بأي طريقة تعجبك يعني مثلا خمسة فاصل ستة عايزين نجمع عليها اتنين فاصل اربعة ستة واربعة عشرة سفر ومعانا الواحد العلامة العشرية تتزل واحد وخمسة ستة ستة واثنين تمانية يبقى الإجابة هنا تمانية وطبعا بما ان الفاصلة بعدها صفر يعني ممكن ما نكتبهاش يبقى نكتب تمانية بس تعالوا نشوف العدد اللي بعده اربعة فاصل تلاتة ناقص واحد فاصل تسعة تعالوا نطرح تلاتة ناقص تسعة ما ينفعش لان التلاتة اصغل من التسعة نستلف من الاربعة تكون تلاتة والتلاتة دي نضع جنبها واحد تكون تلاتتاشر بعدين نطرح تلاتتاشر ناقص تسعة اربعة والعلامة تنزلوا تلاتة ناقص واحد اتنين يبقى الإجابة اتنين فاصل اربعة في طرق كتير للطرح واستراتيجيات اخرى ممكن تستخدمها لو انت حابب. بس اهم شي تكون فاهم طريقة الاستخدام. يعني مثلا خلونا ناخد مثال كده على استراتيجيات خمسة فاصل ستة زائد اتنين فاصل اربعة. ممكن اجمع الاجزاء من عشرة مع بعض. يعني ستة من عشرة زائد اربعة من عشرة. واجمع الارقام الكاملة مع بعض. اللي هي خمسة زائد اتنين. طبعا ستة من عشرة زائد اربعة من عشرة هي ازواج العدد واحد. يبقى الاجابة هنا هتكون واحد. لان احنا عارفين ان الستة بتحب الاربعة. يبقى ستة من عشرة زائد اربعة من عشرة يديني واحد. وخمسة زائد اتنين يديني سبعة. بعد ان نجمع دول مع بعض واحد زائد سبعة تكون الاجابة تمانية زي ما احنا طلعناها بالظبط. فدي طريقة من الطرق المختلفة. طبعا اي طريقة انت تحبها حل بيها مفيش مشكلة. المهم اتطلع الاجابة صح. اكتب جميع عوامل العدد خمستاشر. اي عدد في الدنيا له عوامل? والعوامل هي الارقام اللي لو ضربناها في بعض يديني هذا العدد. فمثلا لو سألتكم الخمستاشر كم في كم? يديني خمستاشر. نبدأ نفكر اسهل حاجة هي واحد في خمستاشر. يديني خمستاشر. زي ما انتم عارفين ان انا ما بضرب العدد في واحد بيظل كما هو. يبقى واحد ضرب خمستاشر بيديني خمستاشر. طب هل في اعداد تانية لو ضربناها تديني خمستاشر? لو انت حافز جدل الضرب هتلاقي ان تلاتة ضرب خمسة بتساوي خمستاشر. طب يا طرى في اعداد تانية طبعا لا. يبقى بالتالي العوامل هي الارقام دي. الواحد والخمستاشر والتلاتة والخمسة. لان الارقام دي لو ضربناهم ببعض بيديني الخمستاشر او بيطلع الناتج خمستاشر. فنبدأ نكتب العوامل هي الواحد والتلاتة والخمسة والخمستاشر. ممكن ترتبهم زي ما انا رتبتهم كده تصعوديا او حتى ممكن تكتبهم مش مترتبين عادي الاجابة بتاعتك هتكون صحيحة. اكمل الابارة التالية. لما تشوف الواحد على طول يجي في دماغك ازواج العدد واحد. وازواج العدد واحد زي ما انتم عارفين. الاتنين من عشرة بتحب مين? بتحب التمانية من عشرة. يبقى الرقم ده هيكون تمانية من عشرة. طيب لو قلنا مثلا بقية الازواج عشان تفتكروها معايا. الواحد من عشرة بيحب التسعة من عشرة يديك واحد صحيح. التلاتة من عشرة بتحب السبعة من عشرة يدينا واحد صحيح. والاربعة من عشرة بتحب الستة من عشرة يدينا واحد صحيح. والخمسة من عشرة بتحب الخمسة من عشرة يدينا واحد صحيح. الارقام دي هي ازواج العدد واحد. اللي هي شبيهة جدا لازواج العدد عشرة. بس بدون علامة. يعني اتنين زي التمانية بيساوي عشرة بدون علامة. وهكذا مع بقية الارقام. فدي طبعا ده سؤال سهلي جدا في الامتحان. اول ما بيجي لك على طول بتكمله من الذاكرة طالما انت حافز ازواج العدد واحد وازواج العدد عشرة. اكتب عددا فرديا من مضاعفات الخمسة وعشرين. لازم تعرف ان مضاعفات الخمسة وعشرين بتبدأ دايما يا اما بخمسة وعشرين او خمسين او خمسة وسبعين او صفرين. صفرين زي المية مثلا او اي رقم بيبدأ بصفرين. اي عدد بيبدأ بهذه الاعداد الاربعة على طول بنعرف ان هو من مضاعفات الخمسة وعشرين. والمضاعفات دي في منها فردي وفي منها زوجي. فمسلا اللي بيبدأ بالخمسة ده فردي. واللي بيبدأ بالصفر طبعا زوجي. هو عائز فردي. يبقى انا دايما هدور على اللي بيبدأ بالخمسة. يعني ممكن اكتب له خمسة وعشرين او ممكن اكتب له خمسة وسبعين او ممكن اكتب له مية خمسة وعشرين او ممكن اكتب له مية خمسة وسبعين طالما بيبدأ بالخمسة وعشرين والخمسة وسبعين اجابتك صحيحة او حتى ممكن تكتب له ثلاثمية خمسة وعشرين كل ده اجابات صحيحة وكلها فردية وكلها من مضاعفات العدد خمسة وعشرين هو بقول لي اكتب عددا فقط يعني بكتب له عدد واحد بس ولكن انا وردتك الطريقة ازاي تجيب اعداد كتيرة ولو قالك زوجي هتقتر الارقام اللي بتبدأ باصفار زي الخمسين والمية مية وخمسين ميتين وهكذا لدينا احداشر طفاحة نريد تقسيمها على اربع اشخاص بالتساوي اكتب نصيب كل شخص على صورة عدد كسري والله احنا لما نحب نقسم 11 طفاحة على الاربعة لازم نشوف ال 11 دي فيها كم اربعة فممكن نستخدم اسلوب الطرح ان انا اطرح مسلا اطرح الاربعة الاولى يبقى 11 نقص اربعة تديني سبعة بعدين اطرح الاربعة الثانية سبعة نقص اربعي ديني تلاتة هلينفع اطرح اربعة تاني طبعا ما ينفعش لان الاربعة اكبر من الثلاثة يبقى انا كده اطرحت الاربعة كم مرة مرتين يبقى ازا كل واحد هياخد طفحتين ويتبقى معايا كم طفاحة ويتبقى معايا ثلاث طفاحات من اربعة يعني هنكتب ثلاثة على اربعة يبقى في الحلقة دي كتبتها في صورة عدد كسري زي ما هو عايز يبقى الاجابة اتنين وتلاتة اربع طفاحة وزن كيس واحد من الارز ستين كيلو جرام احسب وزن خمس اكياس طبعا لما يديني كيس واحد وزنه كذا وعايز مني مثلا عدد معين من الاكياس خمسة او ستة او سبعة ده معناه على طول ان انا لازم اضرب اي سؤال بيديني قيمة الجزء الواحد وعايز مني عدد معين من الاجزاء يبقى نستخدم على طول اسلوب الضرب زي مثلا يقولي الكرسي الواحد تمن واثناشر ريال كم تمن مثلا سبع كراسي بانا لازم اضرب اتناشر ضرب سبعة وهكذا فبالتالي انا هضرب ستين كيلو ضرب خمسة لما اجي اضرب الصفر بينزل عادي جدا وبضرب ستة في خمسة بتلاتين يبقى هنا تلاتين كيلو جرام يبقى الاجابة ثلاثمائة كيلو جرام هنا بيقولي اكتب عددين من المضاعفات الزوجية خلي بالكم الزوجية للعدد خمسة وتكون اقل من خمسين انتوا عارفين ان المضاعفات الخمسة ان انا بزود كل مرة خمسة خمسة عشرة خمستاشر عشرين خمسة وعشرين تلاتين وهكذا هتلاحظوا انه دايما يا اما تبدأ بخمسة يا اما بتبدأ بصفر طيب اللي بيبدأ بصفر هو ده الزوجي انما اللي بيبدأ بخمسة هو ده الفردي هو عايز كم مضاعف عايز عددين يبقى اختار اي عددين ويكونوا اقل من خمسين زي العشرة زي العشرين زي التلاتين كل ده من مضاعفات الخمسة الزوجية طبعا وكمان اقل من خمسين لان احنا موصلناش للخمسين الجدول التالي يوضح تكلفة بناء سياك حول مزرعة بالريال العماني السياك تمانو تلتمية وتمانين ريال واليد العاملة مية وخمسين ريال والباب مية خمسة وسبعين ريال احسب التكلفة الاجمالية موضحا خطوات الحل ممكن طبعا نجمع المسألة دي بشكل مباشر يعني نجمعهم كلهم مرة واحدة تلتمية وتمانين زائد مية وخمسين زائد مية خمسة وسبعين ونطلع على الناتج صفر زائد صفر زائد خمسة يعطيني خمسة تمانية زائد خمسة تلاتاشر تلاتاشر وسبع عشرين صفره معانا اللي اتنين اتنين وتلاتة خمسة وواحد ستة وواحد سبع يبقى الاجابة سبعمية وخمسة ريال دي طريقة حل اولى في طريقة تانية نعم في طريقة تانية اننا ممكن اجمع تلتمية وتمانين زائد مية وخمسين الاول صفر زائد صفر صفر ثمانية وخمسة تلاتاشر تلاتة ومعانا الواحد واحد وتلاتة اربعة واحد خمسة وبعد كده النتج اللي طلع اجمع عليه الرقم الاخير اللي هو مية خمسة وسبعين صفر زائد خمسة خمسة سبعة وتلاتة عشر صفر ومعانا الواحد واحد وخمسة ستة وواحد سبعة طلعت سبعمية وخمسة نفس الاجابة. في طريقة تانية ان انا نجمع المئات لوحدها. يعني ثلاثمية زائد مية زائد مية. كده انا جمعت المئات ثلاثمية زائد مية زائد مية. بعدين العشرات تمانين زائد خمسين زائد سبعين. بعدين الاحد هنا صفر زائد صفر زائد خمسة. وطلع كل واحدة لوحدها. هنا تلتمية زائد مية زائد مية تديني خمسمية هنا ثمانين زائد خمسين مية وتلاتين زائد سبعين متين وهنا طبعا يدينا خمسة يبقى متين وخمسمية يديك سبعمية وخمسة بالطريقة اللي تعجبك حل اي طريقة ما تفرقش معنا المهم ان انت تحل اكمل المتتالية التالية لو لاحظنا هذه المتتالية هنا واحد هنا اربع هنا تسعة هنا ستاشر هذه متتالية معروفة اسمها الاعداد المربعة لان واحد ضرب واحد يديني واحد اتنين ضرب اتنين يديني اربعة تلاتة ضرب تلاتة يديني تسعة اربعة ضرب اربعة يديني ستاشة فاللي جاي بعد كده هيكون خمسة ضرب خمسة يديني خمسة وعشرين ستة ضرب ستة يديني ستة وتلاتين وسبعة ضرب سبعة يديني تسعة وعربعين ولو عايز تكمل هتمشي بنفس الاسلوب تمانية ضرب تمانية وتسعة ضرب تسعة وهكذا ارادت مديرة مدرسة توزيع اربعمائة وخمستاشر دية على خمس صفوف بالتساوي. احسب نصيب كل صف من الهدايا. دي عملية قسمة وممكن استخدم اي اسلوب في القسمة زي اسلوب الطرح المتكرر او زي اسلوب القسمة المطولة او اي قسمة تعجبكم. تعالوا نشوف مسلا طريقة القسمة اللي ممكن اتباعها معنا هنا. انا عايز اقسم اربعمائة وخمستاشر على خمسة. اول حاجة اجيب مضاعفات الخمسة. مضاعفات المقصوم عليه. خمسة ازود كل مرة خمسة. خمسة عشرة خمستاشر عشرين خمسة وعشرين تلاتين خمسة وتلاتين اربعين خمسة واربعين خمسين. بعدين ببدأ اكتب الرقم اللي انا عايز اقسمه اللي هو اربعمائة وخمستاشر وابدأ اشوف. الاربعة هل في رقم هنا اربعة? طبعا اصغر حاجة هنا الخمسة يبقى ما ينفعش. ناخد رقمين مع بعض. هنا واحد واربعين واحد واربعين. من اقرب حاجة ليها? اقرب حاجة لها الاربعين دي. يبقى انا هكتب هنا اربعين. طب والاحاد اضع مكانه كام? اضع مكانه صفر. طيب يا طرى الاربعين دي المضاعف رقم كام? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع تمانية. ده المضاعف التامن. خلي بالكم ان احنا خلينا الاحاد بصفر. يبقى تمانين. وبعدين نطرح خمسة ناقص صفر خمسة واحد ناقص صفر واحد واربع ناقص اربعة صفر. هنا تبقى لي خمستاشر. فين الخمستاشر? الخمستاشر موجودة. يبقى هكتب بنا خمستاشر. والخمستاشر هي المضاعف التالت. واحد اتنين تلاتة. فهختار هنا كلمة تلاتة. طبعا لما نطرح خمستاشر نقص خمستاشر يطلع صفر كده مسألتنا انتهت. الناتج فين? الناتج هو ده. تمانين زائد تلاتة. طبعا تمانين زائد تلاتة بتلاتة وتمانين. يبقى ازا كل صف هياخد تلاتة وتمانين هدية. حوض الشكل الذي لا يمثل انعكاسك. طبعا لازم نفهم يعني ايه انعكاس? الانعكاس بكل بساطة انه بيكون عندي مثلا خط كده زي المرآة. وبيكون الشكل مثلا على يمين الخط هو نفسه على يسار الخط تماما. وخلي بالكم انه بيكون بنفس الابعاد وبنفس الاطوال وبنفس الزوايا ولكن معكوس. زي ما انتم شايفين كده الشكل ده هو معكوس للشكل ده يعني ده ينفع يكون انعكاس. وخلي بالكم انه بلازم يكون بنفس الابعاد وبنفس المسافة عن المرآة. يعني لو المسافة هنا مربع واحد لازم تكون المسافة هنا مربع واحد. انما لو ده بعد شوية يبقى ليس انعكاسا وتكون الاجابة خطأ لان المسافة اختلفت بين الصورة والمرآة وبين الاصل والمرآة. فلازم يكون في المنتصف تماما بحيس ان احنا لو عملنا عملية ثاني للورقة ينطبق هذا الشكل على هذا الشكل فهذا يسمى انعكاس. تب وهذا هذا ليس انعكاسا لان لو عملنا خط في النص كده هتلاقي الشكل ده والشكل ده مش معكوسين بل بالعكس ده بنفس الاتجاه. فبالتالي ده ليس انعكاسا هو قال لي حوط الشكل الذي لا يمثل انعكاسا يبقى انحوط على الشكل ده. الشكل ده لا يمثل انعكاسا. طيب الشكل جيم آه لو عملنا خط كده آه يمثل انعكاثا فعلا لأنه بيقسمه إلى نصفين متماثلين بنفس الأبعاد وهنا برضو لو عملنا خط كده هي برضو هيدين انعكاث لأنه برضو بيقسمه إلى نصفين متماثلين تماما لو عملنا ثاني للورقة هينطبق هذا الشكل على هذا الشكل يبقى الشكل الذي لا يمثل انعكاثا هو باء حوة العدد العشري الذي يكون فيه الرقم جزء من عشرة يساوي نصف الأحاد خلي بالكم الجزء من عشرة يساوي نصف الأحاد طيب هنا الجزء من عشرة هل يساوي نصف الأحاد طبعا لا دي ستة ودي دي سعة هل الستة نصف التسعة لا طيب هنا الجزء من عشرة يساوي نصف الأحاد نعم الأربعة نصف التمانية هنا الجزء من عشرة يساوي نصف الأحاد لا لأن دي اتنين ودي تمانية الاتنين مش نصف التمانية وهنا برضو اتنين وتمانية يبقى واضح جدا ان هي دي الإجابة الصحيحة وخلي بالكم لو كمنا الوصف وضعف جزء من المئة هل الاربع ضعف الجزء من المئة نعم الاربع ضعف الاثنين فعلا الاجابة الصحيحة هي الاجابة رقم اثنان هذي ليه تمانية واثنين واربعين من مئة سؤال الخاص بالضعف العدد ونصف العدد ده سؤال مهم جدا فمثلا هنا بيقول لي اوجد ضعف العدد ضعف العدد بكل بساطة ان انا اجمع العدد مرتين مية وتلاتين زائد مية وتلاتين صفر انزل وتلاتة وتلاتة ستة وواحد واحد اتنين يعني ميتين وستين بكل بساطة ضعف العدد يعني تجمع العدد ده مرتين طب نصف العدد ان انا اجيب نصفه السبعمية وخمسين لو قسمناها هتكون سبعمية وهنا خمسين السبعمية نصفها كام لو انت مش عارف تجيب نصف السبعمية شوفي العدد الزوجي اللي قبلها العدد الزوجي اللي قبلها ستمية الستمية نصفها كام نصفها ثلاثمية طب والسبعمية يبقى نصفها كام يبقى نصفها ثلاثمية وخمسين نضف لها بس خمسين على طول عشان في مية هنصفها تكون خمسين يبقى السبعمية نصفها كام ثلاثمية وخمسين طيب الخمسين نصفها كام الخمسين نصفها خمسة وعشرين نجمعهم على بعض يبقى ثلاثمية وخمسين زائد خمسة وعشرين يديني ثلاثمية خمسة وسبعين يبقى هو ده النصف يبقى جزقها عشان تجيبها بسهولة وتقدر تحل بكل بساطة الضعف والنصف سؤال مهم جدا وجاي في الاختبار بس طبعا الارقام هتختلف ضعوا الاقواص في المكان المناسب لتكون العملية حسابية صحيحة السؤال ده عشان تعرف هو صحة ولا غلط جرب جرب الاول حط الاقواص في الرقمين الاولينيين دول واجمعهم 12 زائد 1 كم 13 13 دي هضربها في 2 ضرب 2 اتنين في تلاتة بستة واتنين في واحد باتنين طلعت الاجابة 26 وهنا الاجابة 26 يبقى الاقواص تم وضعها بشكل صحيح طب لو طلعت الاقواص غلط يبقى تغير مكان الاقواص يعني مثلا الاتناشر زائد 1 ضرب 2 ممكن احط الاقواص هنا يبقى اضرب 1 في 2 الاول 1 في 2 زائد 12 تطلع الاقواص اربعتاشر طبعا ما طلعتش 26 يعني دي ما تنفعناش يبقى لازم تنتبه انت بتحط الاقواص فين ممكن تحطها على عدد الاول والتاني وتجرب اذا طلع الناتج صح يبقى انت حلية صح او ممكن تحطها على العدد التاني والتالت وتجرب اذا طلع صح يبقى انت حلية صح واذا طلع غلط يبقى انت حلية غلط كتب احد الطلاب ان 6 زائد 3 في 4 بتساوي تمنتاشر هل اجابته صحيحة؟ تعالوا نشوف انا عندي عملية جمع وعملية ضرب يا ترى مين اللي تعمل الاول الجمع ولا الضرب؟ اعرفوا دايما ان الضرب والقسمة هما دائما في البداية لازم اعملهم في الاول حتى لو كانوا في الخلف والجمع والطرح هما في النهاية فلازم ابدأ الاول بمين؟ ابدأ الاول بالضرب يعني 3 ضرب 4 لازم الاول ابدأ بتلاتة ضرب 4 3 ضرب 4 بـ 12 12 زائد 6 بتساوي 18 وهنا مكتوب كان 18 يبقى هل العبارة صحيحة؟ هنقول له نعم تم تفسيرك للاجابة هنقول له لابد من اجراء عملية الضرب اولا اللي هي 3 في 4 بتساوي 12 ثم الجمع اللي هي 6 زائد 12 بتساوي 18 فتطلع الاجابة اجابة صحيحة لازم تعرفوا ان ترتيب العمليات الحسابية هي الضرب والقسمة بعدين الجمع والطرح ده في الاول وده بعده وخلي بالكم اللي بيسبقهم الاقواص يعني الاقواص في البداية لو في اقواص لازم اعمل الاقواص الاول قبل الضرب والقسمة بعدين الضرب والقسمة بعدين الجمع والطرح السؤال رقم 19 ده سؤال عبارات عامة في كتير من الطلاب بيغلط فيه فعشان ما نغلطش فيه هقول لكم طريقة سهلة جدا هنا بيقول لي فردي زائد زوجي زائد نوعتي يساوي فردي بكل بساطة شيل الحاجات الكلمات اللي موجودة دي وحطها بالارقام وانت تفهم يعني مثلا فردي حط مكانه واحد لان الواحد فردي زوجي حط مكانه اتنين لان الاتنين زوجي زائد نقط بتساوي فردي فردي اي رقم يعني مثلا واحد زائد اتنين كام تلاتة طيب من الفردي ما ينفعش حط هنا تلاتة حط مثلا رقم اكبر من تلاتة حط مثلا الخمسة الخمسة فردي تمام طيب واحد زائد اتنين كام? تلاتة. تلاتة زائد كام تعطيني خمسة? تلاتة زائد اتنين. والاتنين دي عدد ايه? عدد زوجي. يبقى لازم اكتب هنا زوجي. واحد يقول لي يا استاذ طيب هل هتنفع في كل المسائل? ايو هتنفع في كل المسائل. يعني مثلا نجرب تحط بدل الخمسة ده اي رقم اخر. خلينا نجرب رقم اخر عشان تتأكدوا ان الحل صحيح. خلينا نشير الخمسة دي. نفترض مثلا ان انا حطيت بدل الخمسة سبعة. السبعة فردي. طيب واحد زائد اتنين كام? تلاتة. التلاتة فضلها كام عشان توصل للسبعة? فضلها اربعة. والاربعة ده ايه? والاربعة ده زوجي. اهو زوجي. يبقى ايجابتك صحيحة. يبقى عشان تحل بشكل صحيح حط مكان الكلام ارقام عشان تفهمها. تعالوا نشوف التانية. فردي زائد كام يسوي زوجي? طبعا الفردي هنحطه واحد مسلا زائد كام يسوي زوجي. الزوجي ده حط اي رقم زوجي مسلا اتنين مسلا او اربعة او ستة اي رقم من الارقام الزوجية. واحد زائد كام يديني اتنين واحد زائد واحد. والواحد ده عدد ايه? والواحد ده عدد فردي. يبقى فردي زائد فردي. شفتوا اللعبة سهلة ازاي? خلي بالكم الاعداد الفردية. الاعداد الفردية هي واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة واي رقم يبدأ بيهم. والزوجي هو صفر اتنين اربعة ستة تمانية واي رقم يبدأ بيهم. خلي بالكم من الاعداد الفردية والاعداد الزوجية. حو اتناتك سبع وعشرين قسمة خمسة. طيب يا طرق السبع وعشرين لو حبينا نقسمها على الخمسة. السبع وعشرين فيها كم خمسة? فيها خمس خمسات لان خمسة ضرب خمسة بخمسة وعشرين. ويتبقى كم من السبع وعشرين يتبقى 2 يبقى 2 على 5 يبقى 5 و 2 على 5 يبقى الإجابة الصحيحة هي هذه الإجابة بحيث أننا لو ضربت 5 ضرب 5 بـ 25 واجمع عليهم الـ 2 يطلع لـ 27 يبقى الإجابة صحيحة لدى محمود مبلغ 43 و 235 من 1000 ريال اشترى دراجة بمبلغ 20 و 800 من 1000 ريال احسب ما تبقى من المبلغ كلمة تبقى يعني طرح يبقى احنا نطرح 43 و 235 هنطرح منها 20 و 800 من 1000 يلا نطرح 5 نقص 0 5 3 نقص 0 3 2 نقص 8 ما ينفعش نستلف دي تكون 2 و دي تكون 12 عشان هنحط لها الواحد 12 نقص 8 4 و هنا 2 نقص 0 2 و 4 نقص 2 2 يبقى المبلغ المتبقي 22 ريال و 435 من 1000 و نكتب له جنبيها العملة هنا ريال ممتاز دي طريقة ما تبقى يعني نطرح السؤال اللي بعده ارسم خطا يربط كل كسر محاط بدائرة بالكسر المكافئ له كلمة كسر مكافئ له يعني لما نبسطه يديني نفس الكسر زي مثلا 2 على 4 هي النص لان لو بسطها 2 قسمة 2 بواحد و 4 قسمة 2 بـ 2 يعني يعطيني نص طب تعالوا نشوف دي دي تلت يا طرق الواحد على 6 بتساوي التلت طبعا لا لان طبعا هنا الواحد على 6 في أبسط صورة ما ينفعش تساوي التلت الـ 4 على 6 لو بسطناها ممكن نقسم على الـ 2 الـ 4 على الـ 2 فعل الـ 2 6 على الـ 3 طلعت تلتين ودي تلت ما تنفعش التلت على الـ 6 نقسم على التلاتة 3 على الـ 3 فعل الـ 1 و 6 على الـ 3 فعل الـ 2 طلعت نص ما ينفعش يبقى كده هي الأخيرة نقسم على الـ 2 2 قسمة 2 بـ 1 و 6 قسمة 2 بتلاتة آه تنفع يبقى نوصل خط معدي طب تعالوا نشوف اللي بعدها النص ممكن انت تستخدم طريقة اخرى طريقة الضرب يعني مثلا النص هنا في اتنين تعالى نضرب في اتنين اتنين في واحد باتنين واتنين في اتنين باربعة هل دي اتنين على اربعة لا دي اتنين على تمانية يبقى غلط طب دي تلاتة نضرب في تلاتة النص نضرب في تلاتة تلاتة في واحد بتلاتة وتلاتة في اتنين بستة هل دي تلاتة على ستة طبعا لا غلط هنا نضرب في اربعة النص نضرب في اربعة واحد في اربعة باربعة واتنين في اربعة بتمانية دي اربعة تمانية آه هي دي الاجابة الصحية تعالوا نشوف الخمس الخمس مثلا لو ضربنا هنا في واحد هتفضل خمس يبقى دي غلط لو ضربنا في اتنين اتنين في واحد باتنين واتنين في خمسة باعشرة آه يبقى تروح لدي لن 2 على 10 يعني انت شوف المسألة لو بسطناها تطلع الإجابة صحيحة السؤال هنا بيقول لي تحرك الشكل الأسود من موقعه ده الشكل الأسود زي ما انتم شايفين تحرك من موقعه إلى موقع الشكل الأحمر أوجد مقدار الإزاحة عشان تعرفوا مقدار الإزاحة بكل بساطة اختاروا نقطة معينة مثلا مثل هذه هي النقطة وشوفوا نظيرها نظيرة هنا شايفين نظيرها لو خدنا النقطة اللي فوق ناخد النقطة اللي فوق خدنا النقطة اللي تحت دي ناخد النقطة اللي تحت دي يعني كله نقطة مع نظيرة ونبدأ نعد نتحرك افقي وبعدين رأسي فمسلا ما اجد اتحرك افقي ادي واحد اتنين تلاتة وصلت الهنا يبقى تلاتة مربعات الى اليمين لان انا تحركت الى اليمين واحد اتنين تلاتة طبعا ما بعدش نقطة البداية بعد بعدها واحد اتنين تلاتة بعدين نطلع لفوق واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وهنقول وست مربعات لأعلى. كده انا وصفت الازاحة بكل بساطة. دايما خدوا نقطة واحدة فقط. وخدوا مسيلها او نظيرها في الشكل التاني. يعني النقطة دي مع النقطة دي. مسلا ما ينفعش اخدوا النقطة دي مع النقطة دي غلط. لازم اخد شبيهها بالزبط. السؤال اكم اربعة وشرين. بلغت درجة الحرارة في الجبل الاخدر تمانية درجات في منتصف النهار. وفي منتصف الليل بلغت سالب تلاتة. احسب مقدار الانخفاض. بكل بساطة ارسم خط كده. ادي انت سفر في النص وحط الموجة بواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. ادي التمانية هي. وهنا سالب تلاتة تحت السفر سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة. وتحرك من انت سالب تلاتة لحد التمانية. شوف كم خطوة? عد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احداشر. يبقى اللي جاب احداشر وخلصنا. وفي طريقة تانية. لو كان العددين مختلفين في الاشارة يعني في اتجاهين مختلفين يعني مثلا دي تمانية درجة سليزية. ودي سالب تلاتة درجة سليزية. المسافة بينهم نجمع. يعني تمانية زائد تلاتة. تساوي احداشر. اما لو كانوا في نفس الاتجاه يعني مسلا لو كانت موجب مع موجب. لو كانوا موجب مع موجب نطرح يبقى تمانية ناقص تلاتة. ادني خمس درجات. ولو كان سالب مع سالب برضو نطرح. ازا كانوا في اتجاهين مختلفين واحدة موجب واحدة سالب بس هي دي اللي بنجمع درجة الحرارة عشان نجيب المسافة بينهم. اما ازا كانوا متشابهين يعني مسلا درجات حرارة مجابة مع مجابة نطرح. ولو كانت سالبة مع سالبة ايضا نطرح عشان نجيب الفرق بينهم. ازواج العدد عشرة طريقة سهلة جدا عشان نجيب ازواج العدد عشرة. طالما في هنا عشرة وهنا واحد يبقى دي ازواج العدد عشرة ودي ازواج العدد واحد. ازاي اجيبها بكل بساطة هو بدأ بستة فاصل سبعة زائد كام يساوي عشرة. اول حاجة تبص للرقم الاول ده. السبعة بتحب مين? السبعة بتحب التلاتة. فتكتب التلاتة. ليه بتحب التلاتة? عشان سبعة وتلاتة عشرة. بس كده. طيب الستة بتحب مين? الستة بتحب الاربعة. صح? ولكن احنا هنقصها واحد. تكون تلاتة. يعني اول عدد بس بنخليه كامل. يعني سبعة بتحب التلاتة. سبعة وتلاتة عشرة. اما العدد اللي بعده بنخليه ناقص بنخليه تسعة مين بنخليه عشرة? فبالتالي بنسأل نفسنا سؤال. الستة بتحب مين? الستة بتحب الاربعة? اه نقصها واحد تكون تلاتة. يبقى هيبقى سبعة من عشرة وتلاتة من عشرة واحد صحيح وستة زائد تلاتة تسعة يبقى تسعة زائد واحد يعطيني عشرة يبقى اول رقمين بنخليهم عشرة كاملة اما الارقام اللي بعد كده بنخليهم تسعة تعالوا نجرب نفس اللعبة هنا تسعة وخمسين من مية زائد كم يساوي واحد نفس الفكرة التسعة بتحب الواحد يبقى نكتب هنا واحد طيب الخمسة بتحب مين الخمسة بتحب الخمسة لان خمسة خمسة عشر ولكن هنقصها واحد تكون اربعة والفصلة تنزل والصفر ينزل كده يبقى تسعة وخمسين من مية زائد واحد واربعين من مية بتساوي واحد صحيح افتكروا دايما ان اول عددين بنخليهم للعشرة والباقي نخليهم للتسعة تعالوا نجرب اللعبة دي مرة تانية اربعة فاصل ستة وخمسين زائد كم يساوي عشرة اول رقم اللي هو الستة بيحب مين بيحب الاربعة الخمسة بتحب مين الخمسة بتحب الخمسة بس هنقصها واحد الخمسة بتحب الخمسة بس هنقصها واحد تكون اربعة طيب الاربعة بتحب مين الاربعة بتحب الستة بس نقصها واحد تكون خمسة يبقى هي دي الاجابة الصحيحة يعني ده معناه ان اول عدد بس هو اللي كامل وبقية العداد لازم ننقصهم واحد السؤال رقم ستة وعشرين تطالع صفية كتابا يحتوي على مية ستة وثلاثين صفحة قرأت تمن عدد صفحاته احسب عدد الصفحات التي قرأتها صفية ده محتاجين نجيب تمن ضرب مية ستة وثلاثين نضرب التمن ده في مية ستة وثلاثين ازاي بقى حلها لازم نقسم مية ستة وثلاثين على تمانية ونضربها في البسط البسط هنا كام واحد طيب لو البسط اتنين نضربها في اتنين طيب لو البسط تلاتة نضربها في تلاتة طيب الاول لازم نقسم مية ستة وثلاثين على تمانية تعالوا نستخدم طريقة المضاعفات نجيب مضاعفات التمانية ومضاعفات التمانية سهلة جدا لان احنا بنزود تمانية زي التمانية تبقى ستاشر ستاشر زي التمانية اربعة وعشرين اربعة وشرين زي التمانية اتنين وتلاتين 82 زي الأ 8 40 أربعين زي 8 48 48 زي 8 56 56 زي 8 64 64 زي 8 72 72 زي 8 80 الرقم اللي نحن عاجين ناسمه اللي هو 136 عاجين ناسمه على 8 أول رقم من هنا كام 13 من أقرب رقم ليها التمانية لأن الشتاشر أكبر منه فنكتب هنا 8 ونحط لها 0 طبعاً التمانية هي المضاعف الأول ونحط له 0 نطرح ستة نقص صفر ستة وتلاتاشر نقص تمانية خمسة الستة وخمسين من اقرب رقم لها اقرب رقم لها الستة وخمسين نفسها ودي المضاعف واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة دي المضاعف السابع يبقى صفر صفر هنا لو طرحنا ستة نقص ستة سفر خمسة نقص خمسة سفر يبقى الإجابة عشرة زائد سبعة سبعتاشر يبقى ده معناه انه قرأت سبعتاشر صفحة طبعا لما نجي نضرب سبعتاشر في واحد بسبعتاشر لانه ده واحد طب نفترض كان هنا اتنين مثلا اتنين على تمانية يبقى كنا هنضرب سبعتاشر في اتنين ونكتب الناتج هنا تمام يعني لو في رقم في البسط بعد ما بأسم اضرب في الرقم اللي في البسط افتكروا دايما لو في رقم في البسط لازم نضرب فيه يعني مثلا تلاتة لازم نضرب في تلاتة اربعة لازم نضرب في اربعة انما الواحد عادي لو ضربنا في الواحد هنزل نفس الرقم فممكن الف والشجرة باق. تنتج الشجرة الف عشرين كيلو من التفاح تنتج الشجرة باق اكثر مما تنتجه الشجرة الف بنسبة عشرة في المية. اوجد الكمية التي يتحصل عليها علي من الشجرتين. وضح خطوات الحل. لازم احسب عشرة في المية من ال 20 كيلو. طبعا العشرة في المية معناها انه نقسم على العشرة. يعني ال 20 دي اقسمه على العشر. تطلع كم? تطلع اتنين كيلو جرام. طبعا هو قال ان الشجرة بقى تنتج اكثر مما تنتجه الشجرة الف بنسبة عشرة من مية. يعني ازا الشجرة بقى هتكون كم? اه طبعا الشجرة الف هي بتكون عشرين زائد اتنين زيادة يبقى اتنين وعشرين. يبقى الشجرة بقى هتنتج اتنين وعشرين كيلو جرام. هو عايز المجموع مجموع الشجرتين يبقى الاجمالي. هنجمع عشرين زائد اتنين وعشرين تطلع اتنين واربعين كيلو جرام. ودي طريقة الاجابة على هذا السؤال. ان انا لازم الاول احسب النسبة المقوية. وبعدين الناتج اللي طلعت ده ناتج زيادة فلازم ازوده على الناتج الاصلي اللي هو العشرين. وازا كان نقصان اطرحه منه. طبعا هو قال لي تنتج اكثر يبقى زيادة يبقى لازم اجمعه. وبعدين اجمع انتاج الشجرة الف اللي هو العشرين كيلو جرام مع الشجرة اللي هو اتنين وعشرين كيلو جرام. سؤال رقم تمانية وعشرين اكمل العبارة التالية. ضعف الاربعمية وتمانين. ضعف. خلي بالكم يا شباب. يعني ايه ضعف? يعني هنجمع اربعمية وتمانين واربعمية وتمانين. صفر زائد صفر صفر تمانية وتمانية ستاشر ستة ومعنا الواحد اربعة واربعة تمانية واحد تسعة. يبقى ضعف الاربعمية وتمانين هو تسعمية وستين. خلي بالكم. ضعف الاربعمية وتمانين هو تسعمية وستين يساوي نصف كام يعني ضعف هذا الرقم يساوي نصف كام طالما قال لي يساوي نصف عدد مجهول يبقى لازم العدد المجهول ده يكون ضعف هذا العدد لان احنا بنعمل العملية العكسية اذا قال لي نصف شيء مجهول اغير العملية دي بدل ما كانت نصف اخليها ضعف يعني انا هجيب ضعف تسعمائة وستين يعني هجمع تسعمائة وستين مرتين صفر زائد صفر صفر وستة زائد ستة اتناشر اتنين ومعنا الواحد تسعة وتسعة تمنتاشر وواحد تسعتاشر يبقى الاجابة هنا الف تسعمائة وعشرين يبقى انا احط هنا الف تسعمائة وعشرين بحيث ان انا لما اجيب ضعف الاربعمية وتمانين هو تسعمائة وستين طيب نصف الالف تسعمائة وعشرين برضو هو تسعمائة وستين يبقى الاتنين كده اصبحوا متساويين حوط الاجابة الصحيحة قيمة تلت من العدد تسعة يبقى زي ما اتفقنا تلت من تسعة معناها ان انا هقسم تسعة على تلاتة واضرب الناتج في البسط اللي هو الواحد طبعا تسعة على تلاتة فيها التلاتة تلاتة في واحد بتلاتة يبقى الاجابة تلاتة رتب الارقام بدءا من الازهر عشان تقدر ترتب بشكل صحيح لازم كلهم يكونوا على شكل علامة عشرية يعني مثلا دي ستة من عشرة اوكي النص اللي هو خمسة من عشرة خمسة وستين على مية اللي هي خمسة وستين من مية خمسة وخمسين في المية اللي هي خمسة وخمسين من مية هنا رقمين بعد العلامة وهنا رقمين هنا رقم واحد نضيف له صفر يكون رقمين هنا رقم واحد نضيف له صفر يكون رقمين اصبحت دي ستين من مية خمسين من مية خمسة وستين من مية خمسة وخمسين من مية اصغرهم طبعا هو اللي ابدأ بالازهر اصغرهم خمسين من مية اللي النص بعدين الخمسة وخمسين من مية اللي هي خمسة وخمسين في المية يبقى دي الاولى ودي التانية بعدين ستين في المية اللي هي ستة من عشر واخر رقم خمسة وستين على مية اللي هي خمسة وستين من مية جمع المزارع من حقل ثلاثمية و apostورة تصدق منها بخمستاشر برتقالة ثم وزع البرتقال المتبقي بالتساوي على ثمان صندوق. اوجد عدد البرتقال في كل صندوق. اول حاجة المزرعة انتج ثلاثمية وحداشر. تصدق منها بخمستاشر برتقالة. لما يتصدق منها الكمية دي هتقل. هتقل لي كام? خمستاشر. يبقى لازم نطرح الاول ثلاثمية وحداشر ناقص خمستاشر. واحد نقص خمسة ما ينفعش نستلف. دي تكون صف ودي تكون حداشر. حداشر نقص خمسة يعطيني ستة. صفر نقص واحد نستلف. دي تكون اتنين ودي تكون عشرة. عشرة نقص واحد تسعة. واللي اتنين تنزل. يبقى تبقى معايا متين ستة وتسعين برتقالة. عايزين نعمل لهم توزيع بالتساوي يعني قسمة. يبقى نقص متين ستة وتسعين على تمانية. وعشان نقص ما نستخدم مضاعفات التمانية. متين ستة وتسعين على تمانية. نجيب مضاعفات التمانية زي ما قلنا قبل كده. تمانية ستاشر اربعة وعشرين اتنين وتلاتين اربعين تمانية واربعين ستة وخمسين اربعة وستين اتنين وسبعين تمانين نبدأ نكتب متين ستة وتسعين اول رقمين كم تسعة وعشرين اقرب حاجة لها الاربعة وعشرين طبعا اربعة وعشرين هي المضاعف التالت ونحط هنا صفر حفز خانة ونحط زيه هنا ونطرح ستة نقص صفر ستة تسعة نقص اربعة خمسة واتنين نقص اتنين صفر طيب الستة وخمسين اه موجودة هنا هي ستة وخمسين ده المضاعف السابع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ده المضاعف السابع طبعا ستة نقص ستة سفر خمسة نقص خمسة سفر يبقى الإجابة تلاتين زائد سبعة سبعة وتلاتين يبقى نقول لكل صندوق سبعة وتلاتين برتقالة طبعا نوضح خطوات الحل لازم تكتب له خطوات الطرح وخطوات القسمة وتكتب له الناتج من خلال الرسم الهندسي المقابل احسب قياس الزاوية الف اللي هي الزاوية اللي موجودة هنا دي تمام لازم تعرف شيء مهم جدا 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 ايه هو احنا عندنا انواع الزاوية افكركم بيها اول نوع من عندي اللي هو الزاوية الحادة ودي خلي بالكم قياسها بيكون اكبر من صف واقل من تسعين اشتكروا دايما اي زاوية حادة اكبر من صفر واقل من تسعين طيب وعندي الزاوية القائمة دي بتكون تسعين تماما تسعين درجة تماما وفي عندي الزاوية المنفرجة ودي بتكون اكبر من تسعين واقل من مية وتمانين احفظوهم الحاجات دي لانها مهمة جدا وبعدين عندي الزاوية المستقيمة دي بتكون مية وتمانين درجة تماما طيب لاحظوا معايا ان الزاوية هنا زاوية مستقيمة الزاوية دي زاوية مستقيمة ومتقسمة الى تلات اقسام واحد ده القسم الاول اتنين ده القسم التاني تلاتة ده القسم التلات تلات اقسام مفروض ان التلات اقسام دول مجموعهم مية وتمانين درجة لان الزواج المستقيمة مية وتمانين درجة يعني المفروض خمسة واربعين زائد عشرة زائد الالف المفروض كل ده مية وتمانين درجة المفروض يعني التلات زواج دول مجموعهم مية وتمانين درجة طيب خمسة واربعين زائد عشرة يديني خمسة وخمسين زائد الف بتساوي مية وتمانين عشان نجيب الالف دي بكل بساطة اطرح مية وتمانين نقص خمسة وخمسين عشان نشوف المتبقي كام صفر نقص خمسة ما ينفعش نستلف دي تكون سبعة ودي تكون عشرة عشرة نقص خمسة خمسة وسبعة نقص خمسة اتنين والواحد ينزل يبقى مية خمسة وعشرين يبقى الزاوية الف قيمتها قياس الف هتكون مية خمسة وعشرين درجة طيب لو انا عايز اجيب باق لحظوا ان بقى دي زاوية في مسلس والمسلس برضو مية وتمانين درجة اعرفوا دايما ان المسلس مية وتمانين درجة فتقدر تجمع الزاويتين دول تقدر تجمع خمسة وسبعين زائد خمسة واربعين خمسة وخمسة عشر صفر معنا الواحد سبعة واحد تمانية واربعة اتناشر يعني مية وعشرين وبعدين اطرحها من مية وتمانين صفر نقص صفر صفر وتمانية نقص اتنين ستة واحد نقص واحد صفر يبقى لجابة ستين يبقى بقى ستين بس هو طبعا عايز زاوية الف فقط فاعرفوا ان اي زاوية مستقيمة بيكون مجموعة الزوايا اللي عليها مية وتمانين درجة يعني كانت مقسمة الى ثلاث زوايا لازم يكون مجموعة مية وتمانين درجة مقسمة الى زاويتين لازم يكون مجموعة مية وتمانين درجة مقسم الى اربع زوايا لازم يكون مجموعة مية وتمانين درجة فلو قال لك زاوية مستقيمة تعرف على طول ان هي 180 درجة وتشوف 3 زوايا يكون مجموعة 180 درجة لو عندك زاويتين معروفين اجمعهم واترحهم من 180 اخر سؤال معانا في المراجعة احمد بيقول حصلت على 15 من 20 في اختبار الرياديات حصل على 15 درجة من 20 واما علي علي بيقول انا حصلت على او انا فقد حصلت على 70% 70% يعني 70 على 100 يا ترى اي الطالبين حصل على درجة اعلى وفسر اجابتك طيب بكل بساطة ال 15 على 20 دي ممكن نبسطها لو بسطناه هنا على الخمسة وهنا على الخمسة 15 على الخمسة فيها الثلاثة وعشرين على الخمسة فيها الاربعة يبقى 3 اربع والتلات اربع هي 75% ودي 70% يعني اللي حصل على درجة اعلى هو احمد يبقى نقول احمد هنقوله لان 15 على 20 تساوي 3 على 4 بعد الاختصار و3 على 4 تساوي 75% وهي اكبر من 70% دي اسلوب طبعا في اسلوب تاني ان انا ممكن ابسط 15 على 20 تطلع 3 على 4 وممكن ابسط 70 على 100 طبعا السفر يروح مع السفر يتبقى لي 7 على 10 يطرق من الاكبر 3 على 4 ولا 7 على 10 اقدر اعرب بالمقص اقدر من 10 في 3 تطلع بتلاتين وهنا 4 في 7 تطلع بـ 28 من الاكبر التلاتين يبقى اذا 3 على 4 هي الاكبر ده طريقة تانية للمقارنة يعني الطريقة اللي انتشافها مناسبة حل بيها ما فيش اي مشكلة بكده يبقى خلصنا المراجعة النهائية للطلاب صف الخامس اي سؤال مش واضح اكتبونا في التعليقات وان شاء الله نحاول نجاوبكم عليه اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة